أشهد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش بموقف مصر والأردن من مسألة إكبار الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين على النزوح إلى جنوب قطاع غزة والتوجه إلى مصر وفي خدمة إخبارية سابقة أوضح الهباش أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تصفية قضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن والفلسطينيين أنفسهم مؤكدا أهمية الانتباه إلى مثل هذه المخططات وأقول لكم بكل صراحة أنه لو لا الموقف المصر الشجاع والقوي ولولا الموقف الأردني الشجاع والقوي المتوافق والمتطابق تماما مع الموقف الفلسطيني السابس الرافع لعدم الخروج من فلسطين ربما كانت هذه المؤامرة قد نجحت في دفع الفلسطينيين في قطاع غزة تحت نار القصف والقتل والموت إلى مغادرة القطاع هذا هو الهدف الذي يسعون من خلاله إلى تصفية القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وعلى حساب الأردن وعلى حساب الشعب الفلسطيني ولكن الجميع ممتبع لهذه المؤامرة ولهذه الخطة الشيطانية ولن نخرج من أرضنا وقال الرئيس محمود عباس في قمة القاهرة بشكل واضح وأمام الجميع لن نرحل من أرضنا وسنبقى فيها